نحو التوتر مرة أخرى تعود العلاقات بين بغداد وأربيل شهور العسل الثمانية التي شاهدت بها العلاقات بين الطرفين تحسنا ملحوظا منذ مجيء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السلطة في تشرين الأولى الماضي لم تكن كافية لإنهاء الخلافات القديمة بين الطرفين حول عائدات النفط والمناطق المتنازع عليها ورغم وجود اتفاق واضح بين عبد المهدي وحكومة كردستان العراق على تسلم الأخيرة نصيبها من الموازنة والرواتب مقابل تسليمها عوائد النفط المصدر إلى تركيا إلا أن أربيل لم تلتزم بالاتفاق وهو الأمر الذي دفع بعبد المهدي للتهديد بوقف مستحقات كردستان العراق المالية هذا الوضع دفع منتقدي عبد المهدي إلى وصفه مرة أخرى بالمتراخ والضعيف فبعد فشله بإتمام كابينته الوزارية فشل بإخضاع أربيل لاتفاق عده كثير من المراقبين بمثابة صمام كسوجين استعادت به عافيتها بعد الهجوم الواسع الذي شنه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لإحكام السيطرة على كاركوك وما تلاه من أزمات رواتب الموظفين التي ألبت الشارع على الحزبين الرئيسيين الوطني والديمقراطي وبذلك استحصل العبادي على اتفاقية النفط مقابل تسليم حصة كردستان العراق من الموازنة بالتوازي مع ذلك سعدت أطراف كردية لهجتها ضد ما وصفته بممارسات الحكومة في بغداد في المناطق المتنازع عليها وأوضحت لجنة المناطق المتنازع عليها بكردستان العراق أنها بصدد تدويل القضية مشددة على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور وإعادة قوات البشميركا إلى كاركوك خلافة تبشر بتفجر الأوضاع مرة أخرى في البلاد التي ما لبثت أن خرجت من عمليات عسكرية دمرت ما دمرت من المدن العراقية وقال زعماؤها حينها إنها تسير باتجاه الأعمار والاستقرار لكنها لا تعلم تماما ما يختبئ تحت الرماد من جمر يكاد يحرق العراق مرة أخرى بحسب تقارير صحفية ودولية تحذر من الفساد المستشري في العملية السياسية وصراعات أقطابها على كعكة المصالح والنفط